دلوقتي مجاز الأهم وآخر الأخبار مع دينة تفضل يا دينة شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد محورية العلاقات المصرية الفرنسية وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تبادل الرؤى بين الرئيسين إذا عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي جهود الوساطة المصرية المستمرة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين مطالبا بأهمية تكاتف الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة وإيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية تخفيفا الأوضاع القاسية التي يعاني منها أهل قطاع نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية أوسط اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بأغلبية أعضائها منح الثقة للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي كما أوسط اللجنة بإصدار تقريرها النهائي للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يتم وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة وذلك بشكل يتفق مع برنامجها وكانت اللجنة البرلمانية قد انتهت من مناقشة برنامج الحكومة في اجتماعاتها ومناقشتها بحضور وزراء المعنيين في الحكومة الجديدة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم نصيرات وسط قطع غزة مع أصفر عن شهداء ومصابين بينما استشهد ثلاثة فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الزويدة وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة جديدة بقصفها مدرسة تأوي نازحين في مخيم نصيرات مع أصفر عن ارتقاء 23 شهيدا وإصابة أكثر من 70 إصابة كما استشهد 17 فلسطينيا وأصيب 26 آخرون في غارة للاحتلال استهدفت منطقة العطار المقتزة بالنازحين غرب خان يونس جنوب القطاع تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو بزيادة الضغط على حركة حماس في قطاع غزة وقال نتنياهو أن هذا هو الوقت المناسب لزيادة الضغط بشكل أكبر وإعادة جميع المحتجزين وتحقيق جميع أهداف الحرب وضف رئيس حكومة الاحتلال أن حماس تتعرض لضغوطات خاصة وأنه تم القضاء على عدد كبير من قادتها على حد زعمه أعلن حزب الله اللبناني قصف عدة مستعمرات شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ الكاتيوشا ردا على أعتداءات جيش الاحتلال بجنوب لبنان هذا وأعلاق القناة الثانية عشر الإسرائيلية أنه تم رصد أكثر من ستين صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الشمال خلال الساعات الماضية كما أوضحت مصادر اللبنانية أن غارتين إسرائيليتين على بلدتي عيد الشعب والبستان جنوب لبنان أصفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم أطفال وإصابة آخرين أعربت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن مخاوفها من التوتر بين لبنان وإسرائيل تنبع من احتمال حدوث ثوء تقدير قد يشعل صراعا أوسع لا يريده أحد وأوضح البنتاجون أن ما تريد واشنطن في غزة هو وقف لإطلاق النار حتى استعادة الهدوء وحل الملف الإنسانية في الوقت نفسه أكد البنتاجون أنه لم يحدد تاريخا لإعادة إرساء الرصيف البحري على سواحل قطاع غزة ختم ومجازآ الثامنة فواصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر